هل ممكن تتسبب كرة القدم في انقسامات أو في عداءات ما بين الشعوب وما بين الدول؟ لا بل ممكن توصل لحروب حروب؟ نعم، زي ما حصل بين سلفادور وهندراس كان فيه تصفيات عشان التأهل لكاس العالم وحصل أنه يعني سلفادور قسرت أمام هندراس وكان هندراس معروف أنه عدد كبير من العمالة من هندورية اللي هي بتروح على سلفادور عشان تشتغل بسبب الفقر والظروف وما إلى ذلك فأصبح فيه اعتداءات على الناس والعمالة من هندراس الموجودة في السلفادور فقامت حرب حرب فيها طائرات وحرب فيها قصف وفضلت عدة أيام ومنت فيها آلاف الأشخاص بسبب كرة القدم ولولا تدخل عدد من الدول المجاورة وحتى الولايات المتحدة عشان يهدوا الموضوع ده ويحاولوا يفضوا الاشتباك ويوقفوا هذه الحرب المريرة بسبب كرة القدم نعم، حصلت حروب زي كده وحصلت اشتباكات كتير وحصلت أزمات كتير يعني على سبيل المثال كان دائما في مباراة كرة القدم كان هتلر كان يقول لك ما تجيب ليش فريق يفوز عليها وبعض الدول كان بتعمل كده وبعض الأنظمة كان بتعمل كده بيقول لك ما تلعبش مع فريق كاز وبدليل أنه كمان زي بقولنا موسوليني كان بالنسبة لي الفوز بكأس العالم ده نوع من البرباجاندا والدعاية للمتخب الإيطالي وإيطاليا في عهد الفاشية في التلاتينات بالإضافة إلى ذلك هتلاقي كتير من المعارك والأزمات اللي حصلت احنا بنقول على حاجات في كأس العالم لكن في مباريات أخرى أيضا حصلت اشتباكات وحروب كثيرة بسبب أزمة بسبب مباراة بسبب فوز بسبب شحن زائد بين اللاعبين والأصل الجمهور فكان ده بيحصل كتير جدا في كأس العالم وروسيا نفسها برضو وجهت مشاك كتير ورفضت أنها تشارك في المباراة عشان كان عندها خلافات دولية مثلا أو كده ونفس الشيء احنا في الفترة حالية الحرب الروسية الأوكرانية تسببت لمنع روسيا من تصفيات وكان فيه ناس كتير بيأملوا أن أوكرانيا تتأهل لكن في ملحالة الأدوار الإقصائية النهائية للأسف فريق أوكرانيا ما تمكنش من نفوزه خسر فكان فيه أمال كتير أنه يدخل على كأس العالم عشان كنوع من إثارة قضيته أو على سبيل المثال الحديث عن أوكرانيا بشكل معين أو ببراس صورة معينة لكن ما وصلوش فإذا الحروب والأزمات والصراعات قد تنشأ بسبب كرة القدم وقد تكون أيضا تدعيات الحروب والأزمات على شكل الملعب والأداء والمباريات برضو موجودة وقد تؤثر كرة القدم أحيانا في وجود أزمات ما بين الشعوب وما بين الدول طيب الحقيقة أنه كل سنة بتحصل تغييرات وتعديلات في قوانين حكمت كرة القدم العالمية مش بس المصرية أو العربية كلمنا شوية عن التغييرات اللي بتحصل كلمنا شوية عن التحكمات القروية كلمنا شوية عن القوانين الجديدة والمستجدة اللي بيتم يعني تفعيلها على كرة القدم الأكيد أن اللي بيتابعوا كاس العالم في قطر عشرين وعشرين كلنا بنتابعوا أنه عدد أو مدة المباريات زادت بكتير والوقت البدل الضائع وصل 11 دقيقة و14 دقيقة كمان في بعض المباريات اللي لسه البطولة شغالة طبعا الناس كان بيستغربوا لكن ما يعرفوش أنه دلوقتي بدأ قياس إلكتروني أنه حساب الكرة لما تكون في الملعب بحيث أنه أي هدار زي لعبة كرة السلة أي وقف أو توقف أو أي خروج للكرة بلا الملعب أو أي إيقاف في سبع حوادث وما إلى ذلك فحصل تغيير كبير فبقت 11 و14 دقيقة زي ما شفنا في مباريات كتير وشفنا احتساب وقت ضائع كتير جدا في المباريات اللي احنا بنتفرج عليها لحد دلوقتي صحيح ده عشان بيحسبوا دلوقتي التسعين دي جوه الملعب التسعين دي جوه الملعب وده كان جديد لأنه كان فيه فرق بتضيع كتير في كأس العالم وبتتسبب فيه مشاكل كتير بالإضافة لذلك طبعا أكيد الفار دلوقتي بقى فيه حزبة تانية خالص يتطور جدا 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 بقينا نلاحظ أن الفار بقي يتدخل في كل حاجة بقينا نراجع بشكل معين فيه تصوير آلي واضح دلوقتي بيقيس التسلل بشكل أدق من زي قبل عشان كده على سبيل بيسال في المورات الأرجنتين والسعودية تلت أهداف الأرجنتين ألغيت بسبب التسلل لأن القياسات دلوقتي إلكترونية وحديثة جدا في كأس العالم في قطر وفي الآخر بنقول أنه لنا الشرف أن احنا بنستضيف المنزيال في بلد عربي أحب قوي أشوف انبهار وانبهر والسراموني بتاعت الاحتفالية الافتتاحية كانت مبهرة أو حاجات كتيرة جدا كانت مبهرة بس أنا عارفة أن احنا لو عملنا ده في مصر هنعمله بشكل رائع إن شاء الله نقدر نستضيف كأس العالم في مصر هنتكلم شوية عن المنتخبات العربية الحقيقة أنه السعودية احنا تفرجنا على ماتش مبهر ولا كان حد يتوقع أنه الأرجنتين تتغلب من السعودية مش تقليلا من شأن السعودية ولكن الأرجنتين فريق كبير جدا وإحنا حقيقي ما كناش نتوقع ده من الفريق السعودي تحية كبيرة جدا للسعودية وللفريق السعودي والإصرار والتحدي والتصميم والقوة اللي كانوا بيلعبوا بيها هستنى إن شاء الله يا رب يعني نشوف ده وإحنا عايشين بلدنا مصر وهي بتستضيف كاس العالم وهنوري العالم كله مصر تقدر تعمل إيه لو المونديال ده عندنا بس عايز أتكلم شوية عن بلاد العربية عايز أتكلم شوية عن الإنجازات والنجاحات اللي البلاد العربية محقققها ماتش الأرجنتين كان ماتش رائع طبعا 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 مع الأشقاء السعوديين بنحييهم وبنبريك لهم كلمني شوية عن الماتش ده لأن الماتش ده كان مفارقة كبيرة جدا في الكاس العالم لما لقينا الأرجنتين بتعمل فيها كده من السعودية إحنا فرحنا طبعا حتى لو إنت بتشجع الأرجنتين بس إحنا في الآخر هنشجع بلاد العربية